بنتنا أمت الله يعني بتقول حسن هي كثيرة الذنوب ما هي بنتي لست وحدك كلنا ذو ذنوب كلنا أصحاب ذنوب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء كل بني آدم اللي زيك واللي زي خطاء خطاء يعني كثير الخطأ ولكن قال عليه الصلاة والسلام وخير الخطائين التوابون وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم وكان ابن عباس رضي الله عنهما يا بنتي يقول لا كبيرة مع استغفار يعني الإنسان منه إذا وقع حتى في ذنب كبير كالكذب أو الغيبة أو النميمة ما هو مش لازم الذنب الكبير ده بعد عنك الخمر والزنة والسرقة والكلام ده الكذب كبيرة والغيبة كبيرة والنميمة كبيرة وعقوق الوالدين كبيرة وعصيان الزوج كبيرة فالكبائر كثيرة فيمكن للإنسان إذا وقع في ذنب كبير كهذه الذنوب لكنه عاجل نفسه فاستغفر في هذه الحالة إذا استغفر غفر الله عز وجل له وربما في بعض الأحيان إذا استغفر واستقام بعد الاستغفار يبدر الله سيئاته حسنات من رحمة الله تبارك تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فالإنسان منه ليس مستحيلا أن يذنب ما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيانه فإذا الإنسان وقع في ذنب فإنه لا يؤخر ولا يسوف التوبة إنما يعاجل نفسه بالتوبة يسارع بالتوبة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا هيتوبوا من إيه ويستغفروا من إيه إلا من الذنوب توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذن أمت الله يا بنتي كلنا أصحاب ذنوب فلا تدعي الشيطان ييأسك من رحمة الله تبارك وتعالى إنما الواجب علينا إن غلطنا وأذنبنا إن إحنا نعجل بالاستغفار والندم وكثرة العمل الصالح لي التوبة حتى يغفر الله عز وجل لنا وعايز أقولك إنه من شروط التوبة أن تكون من قريب يعني نعمل الذنب وربنا سبحانه وتعالى يمن علينا إن خلاص فوقنا بعد الذنب وعلى طول نندم ونستغفر ونكسر من الاستغفار والعمل الصالح فالحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب موسيق النهار عشان ما يجيش عليه الليل التاني ونسا ما يتبش ويبسط يده بالنهار ليتوب موسيق الليل عشان اللي أذنب بالليل ما يجيش عليه الليل التاني عشان يتوب لا قبل ما تيجي الليل علي لو أذنبت بالليل أكون توبت بالنهار أذنبت بالنهار أكون توبت بالليل إنما التوبة على الله كما قال الله عز وجل للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب وليس تسويفا ولا تباطؤا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد